أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن قيام الليل له فضل عظيم وله جزاء كريم من الله تبارك وتعالى ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه ومن بعده والتابعون والصالحون لا يتركون قيام الليل لأنهم يعرفون أن فيه خيرا عظيما لهم في الدنيا والآخرة ولذلك مدح الله عز وجل الذين يقومون الليل بل جعل هذه الصفة من صفات المتقين فقال ربنا إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون انظر إلى هذه الآية التي تصف هؤلاء المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يعني كانوا قليلا من الليل ما ينامون كانوا يستيقظون في جوف الليل يصلون ويذكرون الله عز وجل ويستغفرونه إلى أن يأتي وقت الصحر فحق لهم أن يمدحهم الله تبارك وتعالى ولذلك مدحهم بأنهم هؤلاء هم عباده فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أي هؤلاء ليلهم لله يسجدون فيه ويصلون فيه حتى يحظوا بالأجر العظيم وبالوجه الكريم المنير ولذلك تجد الذي يقوم الليل وجهه منيرا لماذا؟ لأنه خلا بالله عز وجل فتراه في النهار صاحب وجه طيب ومضيء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قيام الليل لأنه أمر من الله أن يقوم الليل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة في جوف الليل وأخرج الإمام الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة مناديا عليهم أيها الناس أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام إذن دخول الجنة قيام الليل يوصل إليه لأن من قام الليل يسعد في الآخرة بإذن الله بدخول الجنة بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله عز وجل يكون أقرب للعبد في جوف الليل لذلك أمر العبد أن يدعو في جوف الليل لأن الدعاء في جوف الليل مستجاب والنبي صلى الله عليه وسلم لما حسنا على قيام الليل بيّن لنا أن هذا من أفعال الصالحين ومن أعمالهم فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين من قبلكم ومنهات عن الإثم وتكفير للسيئات صلى الله عليك سيدي يا رسول الله إن النبي يحثنا على قيام الليل حتى نصير في ركب الصالحين الذين سبقونا وأيضا من قيام الليل صلاة التراويح في شهر رمضان فيجب على المؤمن أن يحافظ عليها عندما يأتي شهر رمضان لأن النبي قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هذه رواية الصحيح عند الإمام البخاري وزاد الإمام أحمد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولا يترك أيضا قيام العشر الأواخر لأن فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر قال عنها النبي من قام ليلة القدر غفر له من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يقومون الليل له ساجدين عابدين طائعين وأن يجعلنا له من المخلصين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة